هنبدأ بالأستاذ حسن كتاني أستاذ حسن مستعد حضرتك معك خمس دقيقة كاملة تتفضل هنا وتسمعنا رأي حضرتك الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله على صحبه ومع الله هذا موضوع موضوع تجديد الخطاب الديني له شقان الشق الأول هو تجديد الخطاب نفسه بمعنى أسلوب الخطاب وكيف تتحدث وكيف تقدم فكرتك للناس فهذه لا شك أنها تحتاج إلى تغيير وتجديد وحتى إن الإنسان لا يجددها من زمان إلى زمان فالجيل الحاضر والشباب الذين تأثروا بالمولتي ميديا ووسائل التواصل وما إلى ذلك يحتاجون لمن يقدم لهم الخطاب الديني بأسلوب يناسب زمانهم وعصرهم حتى يفهموه ويستوعبوه فهذا من المسائل التي يجب أن يطورها الدعاة إلى الله ويطورها العلماء حتى تكون في متناول سائر أبناء الجيل المعاصر شبابا وشابات وحتى أصلا تصل إلى غير المسلمين فنحن لسنا مطالبين بإيصال كلامنا للمسلمين فقط بل نحن مطالبون بإيصال كلامنا لسائر أمم الأرض لأن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسناك إلى رحمة للعالمين أما الشق الثاني من هذه المسألة فهو شق تجديد الدين نفسه كما تفضل الأستاذ عندما تحدث عن ماكرون الذي يعدنا بأن ينشأ لنا دينا جديدا من هو ماكرون ومن هم حكام العرب أيضا حتى يجدد الدين نفسه ليس من حق أحد أن يجدد الدين نفسه وليس من حق أحد أن يغير الثوابت التي لا نقاش حولها التي هي الكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته أوصى بكتاب الله أوصى في خطبة الوداع وأوصى في خطبة الغدير وأوصى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله معنى أن كتاب الله نزل بلسان عربي مبين وعلينا أن نطبقه ونجتهد في كيفية تنزيله على الواقع لا في أحكامه هذه مسألة المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور إذن كل محدثة هي بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فأن نأتي للأحكام الثابتة المقررة نزيلها لكي ترضي المزاج الغربي وترضي المزاج دول الاستكبار العالمي فهذا مرفوض رفضا تاما حتى ولو قاله شيخ يزعم أنه مجدد التجديد في المفهوم الإسلامي هو إرجاع الناس إلى الفهم الإسلامي الصافي السليم هو إزالة الغبش الذي ران على الفهم الإسلامي لا شك أن القرون المتأخرة ران على الإسلام مفاهيم منحرفة مفاهيم في الاعتقاد مفاهيم في السلوك مفاهيم حتى في الأحكام تعصب تشدد في بعض الأحكام التي فيها سعى فجاء علماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأسه كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها فدل ذلك على أن هذه الأمة يأتيها علماء يجددون ما معنى يجددون؟ معنى يرجعون الأمور إلى نصابها وكيف كانت في الأول لا أنهم يرجعون نفس الحكم إنما نفس التفكير وطريقة تنزيل الأحكام وذلك هو المقرر في علم أصول الفقه الذي اجتهد علماؤنا في ترتيبه وتنقيه حتى يعلمون كيف نستمد الأحكام الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فهمنا ذلك وكنا مؤهلين وكان المتكلم متخصصا في هذا المجال فحيهلا بهذا التجديد أما إذا كنا غير مؤهلين وليس لنا أي اختصاص كما هو حال هؤلاء الذين يتحدثون اليوم فإذا لا مجال لأن نتحدث عن تجديد أو عن تنقيح أو ما إلى ذلك من الأمور لا يخفى على الناس أن الأمة الإسلامية أن الأمة الإسلامية تواجهت منذ حوالي مئة سنة هي حربا متجددة هذه الحرب المتجددة هاجمت الأمة الإسلامية بهجوم مسلح واحتلت ديارهم واحتلت أراضيهم ما الذي جعل الأمة الإسلامية تقاوم إنه الإسلام الذي يدعوهم إلى المقاومة يدعوهم إلى عدم القبول بالظلم يدعوهم إلى عدم القبول باحتلال الأرض إنها الشريعة الإسلامية والعلماء الذين قاموا وقادوا هذه الثورات الإسلامية كيفما كانت فعمل الأعداء على الدخول الإسلام من داخلهم شكرا يا شيخ حسن أشكرك جدا يا فندي متفضل شكرا يا شيخ حسن أشكرا 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 يا شيخ حسن أش